قراءة القرآن الكريم عبادة في حد ذاتها تقرب الإنسان إلى الله تعالى وتساعد في تقوية العبادات الأخرى من صلاة وزكاة وصوم وصدقة ودعاء وغيرها من العبادات قراءة القرآن تمثل فيضا من الحسنات حيث أن كل حرف في كتاب الله تعالى يعتبر بحسنة والحسنة بعشرات أمثالها وبالتالي فعليك أن تحسب كم الحسنات التي تأتي على الإنسان من قراءة القرآن وكتاب الله تعالى يملأ البيوت نورا وفضلا ويبعد الشيطان وبالتالي يكون البيت والمنزل آمنا مستقرا طالما يقرأ فيه القرآن لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه هو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويم والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياكم الله أحبة أينما كنتم وطبتم وطبا ممشاكم وتبواتوا من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات تدبر القرآن العظيم ووصلت مع حضراتكم إلى الصفحة رقم 28 الآية 218 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم تحدثت مع حضراتكم في اللقاء السابق عن قول الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين وقلت أن هذه الآية الكريمة نزلت لأن العرب كانوا يوصون بكل أموالهم لأبنائهم ولا يتركون شيئا لا لآبائهم ولا لأي من أقاربهم فأراد الله تعالى أن يخرجهم من هذا الأمر لكن بالتدرج والتدرج كما قلت لكم أحبة هو من خصائص التشريع في الإسلام العظيم ففرض الله تعالى في هذه الآية الوصية للوالدين والأقربين دون تحديد لمبلغ الوصية ولا تحديد حتى للأقارب الذي يوصى إليهم وذلك تمهيدا لإدخال الأب والأم وبعض الأقارب في أحوال معينة في الميراث فرضا بعد ذلك وبعد هذا التمهيد نسخت هذه الآية بآيات الميراث في سورة النساء فحدد الله تعالى نصيبا مفروضا للأب ونصيبا مفروضا للأم ونصيبا لبعض الأقارب في أحوال معينة وبقيت هذه الآية آية الوصية بما لا يتجاوز الثلث للوالدين إذا كانوا لا يريثون يعني ممكن أن يكونوا نالك حجب فممكن أن توصل للوالدين على أن لا يتجاوز الثلث كان يكون الأب مثلا مسلما والأبوين ليسا مسلمين وكذلك الوصية للأقارب إذا كانوا لا يريثون خاصة إن كانوا فقراء يعني ممكن عندك أقارب لكنه رح يكون هناك حجب بالميراث لا يصلهم الميراث فممكن أن توصي ببعض مالكة في الوصية لأنه لا وصية لوارث وحكينا في الحلقة السابقة بتفصيل وإسهاب عن هذا الموضوع وذلك كله على سبيل الندب وليس على سبيل الفرق ثم قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلوا له أي فمن بدل الوصية أي بعد ما سمعها وعلمها من الموصي فإنما إثمه على الذين يبدلونه أي أن الذنب يقع على من يبدل الوصية وليس على الموصي شيء إن الله سميع عليم هذا تهديد شديد ووعيد لكل من يبدل الوصية في حالة الوصية أحبتي هناك ثلاثة أطراف الموصي والموصى له والوارث ويريد الله تعالى أن يحتاط لجميع الأطراف فبعد أن احتاط الله تعالى للموصي في الآية السابقة بأن هدد وتوعد من يحاول أن يغير في الوصية أريد الله تعالى أن يحتاط للموصى له وللوارث وذلك بأن يأخذ كل طرف حقه وأن لا يأخذ طرف منهما أكثر من حقه على حساب الآخر لأن الموصى له إذا أخذ أكثر من حقه فإن الوارث في هذه الحالة سيأخذ أقل من حقه فيقول تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف أي فمن خشية ومن علم من موص وقرأت موص يعني بفتح الموصي بفتح الواو وتشديد الصاد وهما لغتان والمعنى واحد جنفا أو إثما الجنف أصل الجنف هو الميل ولذلك يقال رجل أجنف أي في أحد شقيه ميل عن الآخر رجل أجنف وتستخدم هذه الكلمة في الميل عن الحق إلى الباطل والمعنى هنا أحبتي هو البعد عن الحق في الوصية أو الظلم في الوصية خطأا وجهلا وليس عمدا لأن الرجل الأجنف ليس له يد في أن يكون أجنف وهو ليس في يده أن يكون هذا أحد شقيه مائل صح أو لا وهو لا يتعمد أن يكون في أحد شقيه ميل عن الآخر أما الإثم فهو الظلم في الوصية عمدا لأن معنى الإثم أن الإنسان يعلم أن هذا ذنب ويتعمد أن يرتكب هذا الذنب فإذن الجنف هو الظلم في الوصية بالخطأ أو جهلا أما الإثم فهو تعمد الظلم في الوصية ويريد الله تعالى أن يحتاط لجميع الأطراف قوله تعالى فأصلح بينهم أي بين الموصى لهم وبين الورثة لأن الموصى له إذا أخذ أكثر من حقه فإن الورثة سيأخذون أقل من حقهم فالنزاع إن نشأ فإنه سيكون بين هذين الطرفين الموصى لهم والورثة فلا إثم عليه أي فلا ذنب عليه إن الله غفور رحيم والمعنى فمن خاف أن يقع ظلم في الوصية كأن يوصي الموصي بأكثر من الثلث أو أن يوصي بالثلث كله لأحد أقاربه والورثة كثيرون أو يوصي مثلا بالثلث لأحد الجهات الخيرية والورثة فقراء أو أن يوصي مثلا بعقار معين من الإرث لأحد الورثة أو أن يوصي الرجل لأبناء بناته حتى يكون المال لبناته أو أن يوصي الرجل أو توصي المرأة لزوج ابنته فيكون المال لابنته وهكذا فينبغي لمن حضر هذه الوصية أو علم بها أن يأمر الموصي الذي سيوصي بالعدل ويذكره أن الظلم في الوصية من الكبائر كيف؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجيب لهما النار رواه أبو داود والترمذي هذا الحديث خطير أحبتي سأعيده مرة أخرى وانتبهوا جزاكم الله خيرا إن الرجل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجيب لهما النار والعياذ بالله شوفوا قديش خطرة هذه المسألة أحبتي فننتبه الله يرضى عنكم أحنا بعد ما موت ما عدنا أحنا دور ثاني حتى أرجع أرجعوني لعل يعملوا صالحا أنت موت وبعد خلاص ماكو دور ثاني فمنها ستصلح الأمور اللي أنت مرتكبها غلط ودير بالك ترتكبها غلط فتجيب لهم النار وهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى ستين سنة ولذلك قال تعالى فأصلح بينهم لأنه سيترتب على ذلك الظلم في الوصية قطعة رحم صح ولا لا بين الموصي والورثة أو بين الموصى لهم وبين الورثة أو بين الورثة بعضهم البعض أو أي من الأطراف لأنه طالما أن هناك ظلم فلابد أن تكون هناك أحقاد وضغاء وقطيع وهذه المصيبة الطامة الكبرى الآن في مجتمعاتنا خاصة في المواريث وعدم توزيعها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فنشوف هناك دائما قطيعة الرحم تكات تخلو عائلة من العوائل المسلمة على وجه الأرض إلا ويكون هناك بينهم قطيعة الرحم بسبب أو بمثل هذه التعاملات الله تعالى يرضى عنكم وكلتنا تأخذنا العز بالإثم ولا نحتكم إلى دين الله إلى كتاب الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بها النجاة لكنه هذه أنفسنا وانتصرنا لأنفسنا المريضة والسقيمة وابتعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بماذا نحكم الكتاب نحكم قرآن الله سبحانه وتعالى دستور الله ونحكم الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم لأنه طالما أن هناك ظلم فلا بد أن تكون هناك أحقاد وضغاء وقطيع وهنا نلحظ أحبتي في الله دقة التعبير القرآني فهو تعالى قال أولا فمن خاف والخوف يكون قبل وقوع الشيء فمن خاف أخاف لا يصير كذا أخاف لا يحصل كذا هو قبل وقوع الشيء يقول الزمخشري في الكشاف فمن خاف أي فمن توقع كانت العرب تقول أخاف أن ترسل السماء أي أتوقع أن ترسل السماء فكأن الله تعالى يوجه إلى أن يكون الإصلاح قبل أن يقع الظلم لأنه كثيرا ما يظهر نية الرجل في الظلم في الوصية قبل أن يوصي يعني تظهر النية اللي قاعد حوالي يعرف فإذا انتظر حتى يوصي قد تأخذ اللموس العزة بالإثم ويرفض تغيير الوصية وإذا انتظر حتى تبتب الوصية فسيعلم الأطراف وتتعقد الأمور وتتغير النفوس وهذا مثل قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ في ذلك أيضا إشارة من الله تعالى إلى أن الموص ينبغي له أن يستشير قبل كتابة وصيته حتى لا يقع الظلم ولا يقع الطوية وعدم العدل وأن يعلن وصيته قبل موته وقبل توثيقها إذا كان يريد أن يوثقها في الشهر العقاري أو من أي جهة رسمية وفي ذلك إشارة من الله تعالى إلى أن الموص ينبغي له أن يستشير قبل كتابة وصيته يستشير منه أصحاب العلم والرأي من الذين يخافون الله عز وجل حتى لا يقع في المحذور ولا أن يوصي أكثر ولا أن يظلم ناس على حساب ناس وأن يعلن وصيته قبل موته وقبل توثيقها في الشهر العقاري لأنه من تتوثق بعد خلاص هذا ورح يعمل بالوصية بعد أن يومنا وذلك حتى يستقبل الرأي في هذه الوصية وحتى يجد من يرده إلى العدل إذا كان في الوصية يظلمون ليش تريد تكون أنت ظالم ليش أنت تريد وتموت أنت ظالم ليش والله لأنه أنا فلان ابني أو كذا يعني ما أطعني أو أنا ما أحب وأحب فلان أو معرف أو هذه بنتي تروح لفلوس إلى زوجها الغريب لا تظلم أنت عد غادر الدنيا فغادر الدنيا وصفي كل شي المهم بأن الله حكم بأحكام معينة ينبغي علينا أن نطبق هذه الأحكام ولا مجال لأعمال العقل فيها لأنه الله سبحانه وتعالى ارتضاها لنا وهي أصلح للبشرية وحتى لا يفاجأ الورث بها قوله تعالى فمن خاف أي أن هذا الشاهد هو الذي سيعتريه الخوف مع أنه ليس طرفا في الوصول فلا هو وارث ولا هو من الذين وصى لهم بل هو مجرد شاهد ولكن الله تعالى قال فمن خاف لي يدل على أن المؤمنين وحدة واحدة ولا أنا ما جالس اليوم أنا بالنسبة لي اليوم ما جالس التدبر ولا السيرة النبوية كلها تذكير ليش؟ لأنه كما أحب لنفسي ولزوجتي أن نتق الله وأن نكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل أحب هذا لأخوتي المسلمين والمسلمات لماذا؟ لأنه المسلمين والمسلمات المؤمنين وحدة واحدة أحبتي في الله صح أو لا لا؟ وأنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم إذا المسلمين جسد واحد فيكون شاهد هذا ولا لا علاقة له لا بالميراث ولا بالوصية ولا من الذي سيوصلهم ولكنه يخاف بأن هذا الإنسان سيموت بعد ما بها مجال للرجعة حتى يعدل فيعدل بحياته ولازم أنه الذي يوصي أن يتق الله عز وجل وإن كان هناك خلل أن يذعن ويغير هذا الخلل مخافة أن يغذب ربه فهذا الشاهد ليس خائفا على نفسه ولكنه خائف على الورثة وخائف على الموصى لهم أن يصيب أحدهم ظلم أو أن تكون هناك بعد ذلك قطيعة رحم بين أهل الوصية لا بد أن يقود الظلم إلى الحقد والضغاء وقطعة الرحم من كان السبب الذي كتب الموصيح قوله تعالى جنفا أو إثما وقلت أن الجنف هو الظلم جهلا أو خطأ والإثم هو الظلم عمدا فذكر الله تعالى الظلم بالجهل وبالعمد حتى لا يقول أحد أن الموصي يعلم أنه ظالم فلا حاجة للحديث معه ولو كان يظلم عن جهل يقول مهما تحدث إليه ونصحته فلم يفيد النصف فلا يتؤكد على أن تؤدي ما عليك من نصح على أي حال يعني إن كان هذا الإنسان انتبهوا الذي سيوصي ارتكب هذا الظلم جهلا أو عمدا فلا بد لك يا أيها الشاهد وحضرت أنت الوصية وشفت بأن هناك إجحاف أن تؤدي النصح على أي حالك أنت أديت النصح فهو يريد يذعن ما يذعن مثل ما حكيت في غير فيديو قلت أن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ماذا نفعل؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولكنه إن بقي ينضال على ضلاله فلن يضرنا شيء المهم أنه أحنا أدينا اللي علينا أمام الله صحيح و تعالى وأدينا الأمانة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أيضا عندك سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن كان هذا الذي سيوصي يظلم جهلا فسيعود إلى الحق بعدما يشرع له الشهود ويقول له بأنه أنت ظلمت فانتبه اتقي الله عز وجل ما يصير كذا فرأسه راح يعود وتواصل بالحق زين أما كان عمدا ويصر على ما ارتكبه فالمهم أنه شهد أدى دوره ووصى والذي سيكتب الوصية بهذا الظلم والإجحاف هو سيلاقي ربه ظالما وممكن أنه يترتب على ذلك قطيعة للرحم بين الموصى لهم وبين الورثة قوله تعالى فأصلح بينهم المقصود به أحبة الصلح بين أي من أطراف الوصية سواء بين الموص والورثة أو بين الموص والموص لهم أو بين الموص لهم وبين الورثة يعني عندك الأطراف الثلاثة الموص الموص لهم الورثة فواحد مع الآخر إما بين الموص والموص لهم أو بين الموص والورثة أو بين الموص لهم وبين الورثة فأصلح بينهم المقصود كل هذه الأطراف إشارة إلى أن هذا الظلف الوصية سيؤدي إلى قطيعة الرحم فكأنه يشير إلى أهمية تدارك الأمر وإصلاحه لأنه سيؤدي إلى أمر كبير وأمر خطير وهو قطيعة الرحم فلذلك استخدم هذه الكلمة فأصلح بينهم لأنه إن لم يغير الوصية ستكون هناك عواقب وخيمة تؤدي إلى قطيعة وتحتاج هذه الإصلاح وممكن أن الناس تسعى فيها وما يتم الإصلاح فمن البداية وقد لا يفهم القارئ معنى قوله تعالى فأصلح بينهم في ضوء قوله تعالى فمن خاف لأنه قلت أن الخوف يكون قبل وقوع الشيء وقلت أن معنى فمن خاف أي فمن توقع الإصلاح يكون بين فريقين مختلفين فأقول أن المقصود هو إصلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف الإصلاح قد يكون قبل وقوع الاختلاف وقد يكون بعد وقوع الاختلاف والإصلاح قبل وقوع الاختلاف أولا لأن الخلافة إذا وقع فلابد أن تبقى في النفوس شيء ولو بعد الإصلاح وتشوفوها بعض المرات مثلا إنسان يريد يقوم بمسألة معينة فيكون واحد جالس يا أخي اجلس الله تعالى يرضى عنك اهدى لا تسوي كذا قبل أن تحدث المشكلة فهو ماذا فعل فعل إصلاحا قبل أن تحدث المشكلة قبل وقوع الاختلاف صح ولا لا فإذا الإصلاح يكون قبل وقوع الاختلاف وبعد وقوع الاختلاف لكن قبل وقوع الاختلاف أولا زين لأنه إذا وقع الخلاف لا بد أن تبقى في النفوس شيء ولو بعد أن يتم الإصلاح فلا إثم عليه إذا تصد رجل للإصلاح بين الموصى لهم وبين الورثة فلا بد أن يناله شيء من الأذى من أي من الأطراف كما مثل يعني يقال بالعامية اللي داخل بين البصل أو قشرتها ما ينوبك إلا صنتها أو ما شابهك مثل بالمصر يمكن يقال أو مثلا ما ينوب المخلص إلا تقطيع أهدومه وأقل شيء أنه قد أضاع وقته في الإصلاح بين الأطراف مع هذا ومع هذا مع هذا ومع هذا إذن المفروض أن يكون له ثواب على هذا التصدر الإصلاح بين الأطراف ليس الأمر مجرد فلا إثم عليه إذن المفروض أن يكون له ثواب على هذا التصدر الإصلاح بين الأطراف ليس مجرد فلا إثم عليه وما نقول عليه في أصول الفقه أو ما موجود في أصول الفقه مفهوم المخالفة يعني من يترك هذا الأمر وهو إزداء النصيحة للموصي فعليه إثم ولذلك قال العلماء أن من علم وصية فيها ظلما فإن تغيير الوصية فرض كفاية لاحظتم الآن؟ فإن تغيير الوصية فرض كفاية ما معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام به إنسان سقط الإثم عن الباقي وإذا لم يقم به هذا الإنسان فالإثم على الجميع رفتم؟ وأيضا لأنه في الآية السابقة هدد الله تعالى وتوعد من يغير الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فيطمئن الله تعالى بقوله تعالى فلا إثم عليه من يجد ظلما في الوصية أن الوعيد في الآية السابقة من يبدل الوصية لهوى في نفسه ومن يبدلها من عدل إلى ظلم أما من يبدلها من ظلم إلى عدل فلا إثم عليه أيضا قوله تعالى فلا إثم عليه إشارة إلى أن أي مسؤول في الوصية إذا وجد في الوصية ظلما سواء عن طريق الخطأ أو العمد مثل ما قلت لكم أنه سوى هذا جهلا يعني خطأا أو متعمدا فله أن يغير في الوصية وأن يردها إلى الوجه المشروع وأيضا ولي الأمر أو القاضي إذا رفعت إليه قضية وكان هناك ظلم في الوصية إلى الوصية ويردها إلى العدل والحق واضح؟ فلا إثم عليه إذن الذي يغير الوصية من الحق إلى الظلم من العدل إلى الجور هذا داخل بالتهديد والوعيد إن الله سميع علي أما من يغير الوصية لما كانت الوصية ظالمة إلى العدل والحق فهذا لا إثم عليه ثم ختم الآية الكريمة بقوله تعالى إن الله غفور رحيم أي أن هذا الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم والظلم متأخذ بالنصيحة وعمل بها وأصلح وصيته فإن الله غفور رحيم سيغفر له ويرحمه طبعا هو تاب وأناب ورجع طبعا الله سيغفر له هذا الخطأ إن كان عمدا أو كان من باب خطأ عرفتم؟ المهم أنه عدلها وغيرها من الظلم إلى العدل أكيد أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ويرحمه إذن معنى الآية أحبتي في الله أن الذي يحضر وصية أو يعلم بها ويجد فيها ظلما سواء عن طريق الخطأ أو العمد فيجب عليه أن ينصح الموصي الذي سيوصي فينهاه عن الظلم ويرشيده إلى العدل وإذا علم أو حتى شعر بنية الموصي في الظلم في الوصية فعليه أن يبادر إلى نصحه قبل حتى أن يوصي يعني هو مجرد كلام وقاعد وقال أنه والله أنا أريد أكتب وصية قال قدام اثنين نفرين ثلاثة وأريد أكتب كذا وكذا وكذا وبعد ما كتبها يعني فبسعى العلم النية فعليهم هؤلاء الناس أن يبادر إلى نصحه حتى قبل أن يكتب الوصي وتشير الآية بوضوح إلى أن هذا الإصلاح ليس نافلة بل هو واجب وفرغ ولذلك قال تعالى فلا إثم عليه أي أن الذي لا ينهض بها بهذا الأمر يلحقه الإثم واضح؟ أصور أنه شرحنا هذه الآية بتفصيل وبسطتها إلى أكبر قدر وبالأخير أن تجدكم الملخص ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قلت من قبل لحضراتكم طالما بدأ الله سبحانه وتعالى النداء بيا أيها الذين آمنوا فمعنى ذلك أن هناك تشريع وتكليف فالله تعالى يصدر الأمر بحيثية هذا الأمر فأنا آمركم بهذا الأمر لأنكم آمنتم به وطالما آمنتم به فأنا آمركم بكذا وكذا وكذا الله أكبر كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام وقلت من قبل أن كتب عليكم أي فرض عليكم لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه الذي حاضر معنا والذي متابع معنا صح ولا لا الصيام في اللغة الإمساك والكف عن الشيء والترك له فكانت العرب تقول صمت عن كذا يعني أمسكت أو كففت عن كذا وكانوا يقولون صامت الخيل يعني كفت عن السير وصامت الريح إذا سكنت وركدت ومنه قول النابغ الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم وفي سورة مريم قال تعالى إني نذرت يعني عن مريم إني نذرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسيا فمعنى صوما هنا أي كفا عن الكلام وترك له وصمت وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والنساء مع النية من الفجر إلى المغرب هذا هو تعريف الصيام في الشرع صيام أحبة في الله من العبادات التي فرضت بالتدرج طوال فترة الدعوة المكية 13 سنة وحتى السنة الثانية من الهجرة كان الصيام تطوعا ولم يفرض فيه شيء وكان المسلمون يصومون يوم عاشرة وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري ونسميها الأيام البيض وسميت كذلك لأن الأياليها تكون بيضاء بلون القمر لأن القمر يكون بدرا وقيل أن ذلك كان صيام الأمم السابقة وهي ثلاثة أيام من كل شهر وقيل أن صيام هذه الأيام الثلاثة ويوم عاشرة كانت فرضا ولم تكن تطوعا والأرجح أنها كانت تطوعا وظل الأمر كذلك حتى فرض صوم رمضان بعد تسعة عشر شهرا من الهجرة في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر بحوالي شهر كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على المؤمنين من أهل الملال قبلكم كما تعلمون أحبتي أن هناك أمور عقائدية الأديان كلها فيها سواء مثل مثلا وحدانية الله تعالى الإيمان باليوم الآخر وغير ذلك بالله واليوم الآخر آمنوا بالله واليوم الآخر وهناك أيضا أمور تشريعية الأديان كلها تقريبا فيها سواء من هذه الأمور الصيام جميع الأمم السابقة منذ آدم عليه السلام وحتى الإسلام كانوا يصومون لكن كانت صفة الصيام تختلف وعدد الأيام يختلف يقول تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة نجد مثلا في قصتي زكريا ومريم عليهم السلام أنهم كانوا يصومون عن الكلام وعندنا الآن لا يجوز الصيام عن الكلام واليهود الآن يصومون أربع مرات في السنة النصاري يصومون عن أي طعام مثلا فيه روح ويصومون خمسين يوما وهكذا حتى الملل الوثنية كانت تصوم الوثنية القدماء المصريين في أيام وثنيتهم كانوا يصومون اليونانيين الرومانيين حتى العرب في الجاهلية كانت قريش تصوم يوم عشراء كما جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ولا يزال وثني والهند وغيرهم يصومون إلى الآن وصيام الأديان الوثنية هو من بقايا ديانات سماوية كانت موجودة وتعرفون أنه كان دائما هناك يعبدون الله ثم بعد ذلك يأخذون أصلام بعد فترة يعبدون الأصلام توجهوا إلى الوثنية والإشراك بالله عز وجل وتجي أمم بعدهم مشركة لا تعرفوا عن الله شيئا وتعرف تعبد هذه الأصلام وهكذا وقال البعض أن الأمم السابقة كانوا يصومون بنفس الكيفية أي كانوا يصومون شهر رمضان بنفس الكيفية ثم حدث تحريف في هذه الأديان كانوا يقولون وكانوا 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 المهم أن نحن نجيب كيف كانت هذه الأمم السابقة طيب ما فائدة قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم ما الذي أستفيده أنا كمسلم إذا علمت أن الصيام قد كتب على الأمم قبلنا تسهيل عبادة الصوم على نفوس المسلمين ليش؟ لأن الصوم عبادة شاقة والأمر الشاقة إذا علم الإنسان أن غيره قد أداه قبله أو اشترك معه فيه فإن المشقة تخفي نفسه ولهذا قالت الخنساء ترثي أخاها صخرة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي لكني أسلي النفس عنه بالتأسي لاحظتم أحبتي في الله؟ فانظر إلى دقة التعبير القرآني مثل مثال لو أنه أبنك على سبيل المثال يعمل عملية اللوزتين وأنت مهموم وقلقان وخايف على أبنك وفي ناس آباء هشكل القلوبهم رقيقة فيأتي مثلا صديق لك ويقول لك وأنت ليش خايف؟ أنا كل أولادي يسوه العملية هذه وكل الناس عاد تعملها وشوية مسألة بسيطة عشر دقائق وخلصة فيطمئن قليلاً وتسكن يعني روحه وتهدأ نفسه أرفتم الآن أحبتي في الله؟ كما كتب على الذين من قبلكم لاحظتم؟ يا لجماليات القرآن العظيم لعلكم تتقون لعل هنا للتعليل فقوله تعالى لعلكم تتقون جملة تعليلية لبيان حكمة الصوم وفائدته لأن الوثنيين كانوا ولا يزالون يصومون لاعتقادهم أن إرضاء الآله يكون بتعذيب النفس وحرمانها من شهواتها الطبيعي وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الإسلام يعلمنا في هذه الآية الكريمة أن هدف الصوم ليس هو تعذيب النفس لكن هدف الصوم هو أن تصل إلى درجة التقوى يقول تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن المسلم عندما يصوم فإنه يترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فيربي بذلك إرادته على ملكة السيطرة على الشهوات المحرمة والصبر عنها فيكون جتنابها أيسر عليه أيضا لأن الصوم سر بين العبد وربي لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه فتتربى عند الصائم ملكة المراقبة لله تعالى لأنه أنت الآن صائم قدام الناس صحيح وممكن تكون أمام الناس تبدو صائم لكنه بالبيت ما أحد يشوفك ممكن تشرب ماء ممكن تأكل بهذه الفترة وتطلع للناس أنه أنت صائم وهذا يحدث أمام الناس لأنه يستحي من الناس يقول لكم معيب عليك أنت مشورب وكذا وطولك ووزنك وعضلاتك ومفطر فهو يقول لك محسن ما يتكلمون الناس أنا أكل بالبيت وما يعرفون وأطلع معهم كأنه أنا صائم لكنه ماذا يتتربى عندك الآن الرقيب الله ناظر يا الله شاهد يا الله معي فتتربى عند الصائم ملكة المراقبة لله تعالى والحياء من الله عز وجل سبحانه أن يراه حيث نهاه أنت مراقب من الله عز وجل لا عليك بالناس الناس لا يقدمون ولا يأخرون إذن فليس الصيام في الإسلام لتعذيب النفس بل بالعكس تماما لتربية النفس ولتزكيتها وحتى يصل إلى ماذا بها إلى درجة التقوى وممكن أحبتي من عبادة الصوم يصل بك إلى مرتبة الولاية لأن الصيام يصل بك إلى درجة التقوى لقوله تعالى لعلكم تتقون والتقوى تصل بك إلى درجة الولاية لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولاية إيمان بالله وتقوى لله فإذا كنت مؤمنا بالله وكنت تقيا فأنت من أولياء الله ملخص تدبر هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يخبرنا بأن الصيام قد أصبح فرضا بعد أن كان تطوعا كما يخبرنا أننا لسنا بدعا من الأمم وأن هذا الصيام كما فرض علينا فقد فرض على جميع المؤمنين في الأمم السابقة منذ آدم عليه السلام وقد أخبرنا تعالى بذلك لتسهيل عبادة الصوم على نفوس المسلمين التأسيذ اذكر قول الخنساء لأن العرب لم تكن تعرف الصوم والصوم عبادة شاقة والأمر الشاقة إذا علم الإنسان أن غيره قد أداه قبله أو اشترك معه فيه فإن المشقة تخف عن نفسه أو في نفسه ثم يخبر الله تعالى أن الهدف من الصوم ليس تعذيب النفس كما في الملل الوثنية وإنما حتى تصل إلى درجة التقوى بتربيتها وتزكيتها والصيام يصل من إلى درجة التقوى عن طريقين الأول أن الصائمة يترك شهواته المباحة امتثالا لأمر الله تعالى فيكون سهلا بعد ذلك أن يترك الشهوات المحرمة لأنه أنت مزوج وأنت تركت الحلال امتثالا لأمر الله فأنت عندك هنا أمور حلال أنت تركتها امتثالا لأمر الله فيكون سهلا عليك بعد ذلك أن تترك ما هو حرام الثاني أن الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله فتتربى عند المسلم ماذا؟ ملكة المراقبة من الله سبحانه وتعالى الله شاهدي الله ناظري الله معي وشهر رمضان فرصة كبيرة لتصفية النفس وتخليتها من كل شائبة تكدر الصفوة وتعوق مسيرة التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم لعلكم تتقون التقوى هي غاية الصيام العظمى ومناطه الأسمى إن لم يزد صيامك في تقاك فإنما هو إنهاك لقواك لعلكم تتقون لذلك فرض الصيام في رمضان إن لم تقم بطاعة فلا تقم بمعصية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا آيات الصيام بدأت بالتقوى لعلكم تتقون وختمت بالتقوى لعلهم يتقون فيها إشارة للمقصد الأعظم من الصيام وهو تقوى الله لما قال يا أيها الذين آمنوا هذا تحبب كتب عليكم الصيام هذا تأكيد كما كتب على الذين من قبلكم هذا تخفيف لعلكم تتقون هذا تعليل إذن أحبتي مقصد الصيام هو التقوى كيف يحصل هذا المقصد الذي هو التقوى من نام أن أعز الوسائل ألا وهي الصلاة سأقف هنا أحبتي في الله الله تعالى يرضى عنكم وربي بارك فيكم ويعطيكم حتى يرضيكم دروس التدبر دروس عظيمة تخلينا أن نعيش مع آيات الله وكأنها الآن أنزلت لأنه طوال حياتنا الأربعين والخمسين سنة نقرأ القرآن ونحن ما فهمي شيء من القرآن الآن حان الوقت حتى نغير كل حياتنا ومسيرتنا لأن نفهم كتاب الله عز وجل وإذا كنا أحنا ارتكبنا أمور معينة وخطايا معينة وعايشين من وصايا وما شابه ذلك حتى نرجع صححها ولا نريد ممن قال فيهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجيبوا لهم النار بعد طاعة بلغ ستين سنة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته